اشتركوا في القناة اجهاز على الحريات من اجل خراس كل الاسوات الفضحة للفساد والمفسدين وفق تصريحات المشاركين في هذه الوقفة وصدحت حناجر المحتجين منادية بحرية الصحافة المغربية ومعارضة للمحاكمات السورية وتكميم الافواه وتقييد الاقلام الحرة والترهيب والتضييق الممارس في وجه الصحفيين ومطالبة بالتطبيق العدلة الحقيقية وحماية الحقوق الدستورية للصحفيين من اجل قانون صحافة خال من العقوبات السالبة للحرية يحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية نستمع في هذا الايطال الكاتب العام لشبيب الاستقلالي عمر العباسي لقناة شفتبي نتابع شاركت شعب الاستقلالي في اليوم في وقفة تضامنية مع الاخ عبدالله بقالي مدير جريدة العالم وقد سبق الشعب الاستقلالي ان اصدرت بيان يدين هذه المحاكمة يعتبرها شكل مشكل تضييق على حرية رأي التعبير في بلاد اننا اعتبر بان هذا الاسلوب ينتبه الى زر من قطع معه الشعب المغربي بعد دستور 2011 وبعد سلسلة نضالات الوطنيين والوطنية في بلادنا ندعو الجهات التي حركت هذه المتابعة الى ان توقفها لان هذا الامر يعطي سورسية على ديمقراطية بلادنا على بلادنا سنستمر كشباب استقلالية في معاذرة ودعم الى جانب الاخ عبدالله بقالي كاتب العام الاسبق الشباب استقلالية ونعتز به وبمواقفه التي تنتصر دائما للحرية وللعدالة وللكرامة ولوطن الديمقراطية المحكمة الابتدائية بالربع تجلت اذا محاكمة عبدالله البقالي الى غاية التاسع عشر من شهر ابريل القادم وافاد البقالي في تصريح نشوف تيفية نتاجين المحاكمة يتعلق بقضية ذات صبغة سياسية ومضيفا ان قرار التأجيل لم يفاجئه وكان لابد منه لإعداد الدفاع للإطلاع للملف نستمر البقالي في تصريح لقناة شوف تيفي بهذا الخصوص نتابع هو لما تصريح يتعلق وتأجيل يتعلق بقضية عند السبغة سياسية وقرار التأجيل لم يفاجئنا كنا ننتظر لابد من تأجيل لإعداد الدفاع والطلاع على المنصر والطلاع على حيث سياسي على كل حال المحاكمة سياسية اشتركوا في القناة